هي الأعنف من نوعها على الإطلاق ضربات مركزة على أهداف محددة تطلق الطائرات الإسرائيلية رشقة صواريخ من شمالي الجولان المحتلة على مواقع للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني وأخرى تابعة للحرس الجمهورية في محيط العاصمة دمشق مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا ذكرت أن القصف استهدف مركز تدريب تابعاً لحزب الله اللبناني بالقرب من منطقة البقاع غربية دمشق أقيم داخل نقطة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة تضيف المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت نقطة تابعة لحزب الله أيضاً بالقرب من معمل الرخام الواقع على طريق الصبورة قرى الأسد غربية دمشق إضافة إلى نقطة تتبع للميليشيات الإيرانية على الطريق الواصل بين منطقتين الصبورة ومزارع يعفور كما طالت الغارات الإسرائيلية أيضاً اللواء الثامن والثمانين التابعة للفرقة السابعة بين محافظتين في دمشق ودرعا بثمان غارات جوية المصادر أشارت إلى اندلاع حرائق كبيرة في محيط مطار دمشق الدولية إضافة إلى حرائق أخرى بالقرب من منطقة الصبورة ناجمة عن القصف الإسرائيلي وذكرت المصادر أن منطقة الصبورة شهدت حركة مكثفة لسيارة الإسعاف عقب الاستهداف ما يشير إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف النظام والميليشيات الإيرانية وكما هي العادة في كل قصف جوياً إسرائيلي تحصي وسائل إعلام تابعة للنظام خسائر القصف وتقول إنه أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية وتضيف المصادر الإعلامية التابعة للنظام أن الدفاعات الجوية تتصدت للهجمات الصاروخية وأسقطت عدداً من الصواريخ إذن غارات عنيفة واستهداف غير مسبوق يأتي في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية صراعاً كبيراً وموجة احتجاجات واسعة تواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد حركة عصيان واسعة بين الضباط الإسرائيليين ما يشير بطريقة أو بأخرى إلى أن الغارة الأخيرة تحمل رسائل مفادها أن الوجود الإسرائيلي ما زال حاضراً في الأجواء السورية رغم الصراع الروسي الأمريكي ترجمة نانسي قنقر